السوريون على قلب واحد ضمن حملة تشارك بالخير مأدبة إفطار جماعية لذوي الشهداء والجرحة وكوادر الجهات المعنية في مدينة جبلة يعني هي خطوة جميلة جدا الجمع المشايخ والعلماء والناس هاي جزاكم الله كلها خير يا رب والله يرحم الشهداء أجمعين ومشاعر نور لهالوطن والله يرد الأمن والأمان لهالوطن ولكل أهل هالوطن بهمنا نحن بكل هالأفطار إسعاد وبلسمة جراح أطفالنا أولاد الشهداء اللي هني أماني بأعناقنا نقول شهر رمضان المبارك فيه إطعام الطعام وفيه اجتماع الأحبة وفيه المودة وفيه التراحم عطاء وتشارك تمر التعاون بين رئيس مجلس الأعمال السوري في مدينة العين الإماراتية الدكتور عمار قلة وعدد من الجمعيات الأهلية هذا أقل شي ممكن أن نأدمل العائلات أن نوقف معهم بهذه الظروف الصعبة اللي عم يعيشوا أخواتنا بسوريا اليوم حبينا نعمل فعالية إفطار صائم مع أبناء الشهداء تكون موجودة فيها أطهر ناس اللي هنه أهالي زوي الشهداء والجرحة وعمال النظافة والأطفاء في مدينة جبلة فهي ضمن تدخل كمان ضمن فعالية رمضان تشارك بالخير اليوم في فعالية هي الأكبر اللي تمت خلال شهر رمضان المبارك حيث قامت جمعية نحو أمل جديد بالتعاون مع جمعية سوى الخيرية لإعداد هذه المائد الرمضانية وكل عام وأنتو بألف خير اليوم حبينا نوصل رسالة تطوعية رسالة سامية بالدل على المحبة بالدل على الخير بشهر الخير ونحن كفرع لازقية الاتحاد الشميل بالثورة جاهزين دائماً في أي خدمة تطوعية أو في أي خدمة مجتمعية الهدف تنزرع التسامي بوجه هؤلاء المحتاجين وصر الشهداء لفقدوا أهليهم وفقدوا أزواجهم بهذه الحرب وبتمنى من كل الإنسان قادر أنه يساعد أي إنسان في العالم أنه نحن نتشارك ونكون كل ياتنا سوى صورة للتكامل الاجتماعي تجسد العطاء والخير وتسهم في ترسيخ قيم المحبة بين أبناء الوطن